نروح لأخبارنا النهاردة مصدر في نادي الزمالك قال لنا انه مفيش نسبة من اعادة بيع في عقد امام عشور للوكلاء اش كان فيه كلام انه الوكلاء هياخدوا نسبة من اعادة بيع امام عشور ودي اشعادت طلعت في الفترة الاخيرة مصدر في نادي الزمالك قال لنا انه قصة الاندية الاوروبية من الاساس ما بتعترفش بهذا الامر وما بياخدوش او النسب دي بتبقى مع الكيانات بس مع الاندية بس يعني نادي الزمالك ياخد نسبة من اعادة البيع لكن الوقالاء اللي كانوا موجودين في هذه الصفقة ما لهمش نسبة من اعادة البيع عشان الكلام كان انتشر في الايام الاخيرة عن هذا العمر ده قصة امام عشور خبر ايضا من نادي الزمالك نادي الزمالك سافر الى الجزاء المساء اليوم استعدادنا لي مواجهة شباب بوليس داد يوم الجمعة القادمة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورة ابطال افريقيا رقم عشرة عارف ان بعثة نادي الزمالك اللي سافرت الى الجزائر سافرت بدون رئيس بعثة هو عاصعيه الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن خالد لطيب اعضاء مجلس الدارة موجودين في مع البعثة ولكن مفيش رئيس للبعثة مفيش رئيس للبعثة وغالبا امين مرتضى هو اللي هو الموجود اصلا كمشرف على الكرة هو اللي هيقوم بدور رئيس البعثة في الجزائر كشخص معين لم يعلن انه في رئيس لبعثة الزمالك في الجزائر مين بقى قائمة نادي الزمالك اللي سافرت الى الجزائر في حراس المرمى هيكون موجود محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وفي خاطة الدفاع هيبقى موجود حمزة المسلوسي ومحمود حمد الوينش ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق واحمد فتوح وفي الوسط هيتواجد محمد أشرف روقة وعمر السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبدالله نمار وسيف جعفر واحمد مصطفى زيزو مع مصطفى شلبي واحمد بالحاج وابراهيمة نضاي وفي الهجوم هيتواجد سيف الدين الجزيري مع ناصر منسي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا سامسون أكينيولا موجود بس في القائمة دائما يعني بس مين اللي هيغيب عن نادي الزمالك في هذه المواجهة؟ عبدالله جمع عشان عنده إصابة في وجه القدم وجهزيته ما اكتملتش وعمر جابر عنده أيضا شد فيه العضلة الأمامية وشكبالة بيعاني من أثار نازلة البرد اللي اتعرض لها خلال الأيام الماضية ومحمد عبدالشافي هيغيب أيضا عشان بيعمل برنامج تأهيلي بسبب إصابته بكادمة في كاحل القدم مع مصطفى الزناري اللي هيغيب لأسباب فنية بالمناسبة محمود حمد الوينش وحمد فتوح يعني بيعودوا طول الوقت مع اللاعبين في جلسات كثيرة جدا عشان يحاولوا يلموا شمل اللاعبين والفريق قبل مواجهة بلوزداد والاثنين طلبوا اللاعبين بتكلم عن الوينش وفتوح إنه هم يركزوا في المرحلة الصعبة دي أمام شباب بلوزداد ويحطوا الخلافات أو أي مشاكل على جنب خد بالك خد بالك وكن معايا بقى الحمد الهولي وتحدث عن بعض الخلافات بين أزيز واللعبين وبعض اللاعبين وبعضهم في الفترة الأخيرة خد بالك لما بتخسر لما تبقى النتائج مش مشة لما بتخرج من بطولات أو تبعد عن بطولات الحالة النفسية والمعنوية عند الجميع بتبقى فيها توطر وزعل كبير عكس طبعا لما بتبقى كذبان يعني نفس اللاعبين دول اللي كنا بنشيد بيهم جدا الموسم الماضي بنقول الترابط اللي بينهم هو اللي كسبهم البطولات نفس اللاعبين نفس الأشخاص ما تغيروش يعني بس لما بتخسر كله بيتوتر كله بيرمع التاني وكله بيبقى زعلان هو في الأصل بيبقى زعلان على فريقه بس بيزعم من اللي حوليه كلهم فأنا أتصور إن الزمانك مش محتاجة أكتر من نتائج جيدة الفترة اللي جاية وهتلاقي الحالة اللي في غرفة خلع الملابس دي اتزبطت جدا جدا يعني طيب